السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد وحاجة جميلة وصغنونة بعد ما عملنا في فيديو قبل كده حبنا نعمل كمان الفرخة الفرخة ديت معمولة بطريقة مختلفة عن الديك خالص يعني ممكن تعملي الديك برضو بنفس الطريقة هيختلف بس ان كنتي هتعملي الديل زي الديك التاني والعورف برضو هتعملي زي الديك التاني عشان هيكون اكبر لكن الجسم نفسه هيكون بنفس الطريقة وبنفس الخطوات والخطوات بتاعت الفرخة اسهل كتير وسهلة خالص ما بتاخدش وقت تمام يلا بينا نشوف هنعمل الفرخة الصغنونة بتاعتنا دي ازاي يلا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد يلا بينا نبدأ ونعمل مع بعض فرختنا الصغنونة دي هنبدأ مع بعض ونعمل دايرة سحرية باللف ادنا كده موجودة على القناة بشكل اوضح هنعمل غرز التثبيت ونبتدي نعد ست غرز حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنشد الخيط الصغير ونجيب علامة هنحطها ونبتدي نشتغل على اول سطر اللي هو الست غرز هنشتغل عليهم غرزة حشو وغرزة تزايد غرزة حشو وغرزة تزايد ثاني واحدة تزايد بعد كده الثالثة غرزة حشو الربعة تزايد الثالثة الخمسة حشو ورقم ستة تزايد كده بقى معي تسع غرز التسع غرز هطلع عليهم سطر حشو بدون تزايد او تناقص فوق كل غرزة غرزة هنكمل فوق كل غرزة غرزة تزايد فوق كل غرزة عملت قصدي سطر حشو بدون تزايد او تناقص على التسع غرز دلوقتي هنعمل اتنين حشو تزايد ادي واحد اتنين والثالثة تزايد الربعة حشو خمسة حشو ورقم ستة هتبقى تزايد السبعة حشو تمانية حشو ورقم تسعة هتبقى تزايد كملت السطر يبقى معي اتناشر غرزة هطلع عليهم سطر بدون تزايد او تناقص فوق كل غرزة غرزة هنكمل السطر كله بنفس الطريقة كده بقى معي اتناشر غرزة حشو السطر ده هعمل واحد اتنين تلاتة والربعة هتبقى تزايد تلاتة حشو تزايد لاخر السطر كملت السطر تلاتة حشو تزايد دلوقتي بقى معي خمستاشر غرزة دلوقتي هرتفع على الخمستاشر غرزة فوق كل غرزة غرزة هنكمل السطر فوق كل غرزة غرزة كملت السطر كده بدون تزايد او تناقص على الخمستاشر غرزة دلوقتي هعمل اربعة حشو تزايد واحد اتنين تلاتة اربعة وبعد كده هعمل تزايد واحد اتنين تلاتة اربعة تزايد هكمل السطر بنفس الطريقة كملت السطر اربعة حشو تزايد بقى معي تمنتاشر غرزة التمنتاشر غرزة هطلع عليهم سطر بدون تزايد او تناقص على التمنتاشر غرزة هكمل السطر ونرجع نكمل مع بعض الفرخة بتاعتنا كملت السطر كده على تمنتاشر غرزة كده معي تمنتاشر غرزة تمام هبتدي ارتفع بقى تسعة غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهدخل في الغرزة الاولانية اهو عادي خالص وهبتدي اعمل غرزة حشو هشتغل بقى فوق كل غرزة غرزة السطر كله هشتغل فوق كل غرزة غرزة وهاجي اشتغل برضو على التسعة دول يعني انا همشي الشكل ده دوران كده تمام وهاجي هنا وامشي على السلاسل بقى كده هيبقى معي السطر ده هينتهي على سبعة وعشرين غرزة هكمله ونرجع نشوف هنكمل مع بعض ازاي كملت السطر هعمل عليهم بقى سطر تاني برضو حشو بدون تزايد او تناقص عشان نزبط السطر هنعمل حشو بدون تزايد او تناقص على السبعة وعشرين غرزة هنكملهم ونرجع لهم انت بقى حابة تغيري الالوان انا مش عايزة اغير الوان احنا طبعا عملنا تديك بطريقة مختلفة خالص موجود على القناة جميل شكله حلو قوي مغيرين الوان ومبدلين الوان مثلا المراتي حابة اعمل الفرخة ديت لون ابيض خالص صادر انت بقى حابة تلونيها ممكن تعمل تديك بنفس الطريقة على فكرة وفي الطريقة التانية اللي احنا عملنا هكمل السطر وارجع لكم تاني كملت السطر او هو حشو بدون تزايد او تناقص دلوقتي انا معي طبعا سبعة وعشرين غرزة هشتغل اول خمس غرز هعملهم حشو ادي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة بعد كده هعمل اول تزايد بعدين هعمل حشو وبعدين هعمل تاني تزايد وبعدين حشو وبعدين تالت تزايد هيتبقى معي دول سبعتاشر غرزة هكملهم كلهم حشو بدون تزايد او تناقص خلص السطر كده على تلاتين غرزة هاتفع فوق كل غرزة غرزة السطر ده على التلاتين غرزة هعمل فوق كل غرزة غرزة ده خلصت السطر اللي هو تلاتين غرزة هنبتدي نعمل سطر بقى في تناقص هنعد الاول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية هنعمل بعد كده تناقص حشو تلات مرات هاجي تناقص أول مرة وبعدين هنعمل حشو تناقص تاني مرة حشو تناقص تناقص تالت مرة بعد كده هعد ثمان غرز حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعد كده هعمل تناقص ثلاث غرز مع بعض اجي اول غرزة ثاني غرزة ثالث غرزة ثلاثة هعملهم تناقص مع بعض بعد كده هيتبقى معي ثلاثة غرز هعملهم حشو هدي واحد اثنين ثلاثة كده السطر خلص معي على خمسة وعشرين غرزة خمسة وعشرين غرزة هرتفع عليهم خمسة وعشرين غرزة حشو بدون تزايد او تناقص هنرتفع خمسة وعشرين غرزة هل وصل هنا اكيد عاجبوا الشغل وعاجبوا الطريقة فاعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد وكل فيديو انا بعمله عايزة اشوف تعليقاتكم وبتابعوني منين هكمل بقى الخمسة وعشرين غرزة ثلاثة اربعة بعد كده برضو هعمل تناقص ثلاث مرات اجي اول مرة تناقص وبعدين حشو وبعدين هعمل تناقص ده تاني تناقص وبعدين هعمل حشو وبعدين ثالث تناقص هعمل بعد كده خمس غرز واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة بعد كده هعمل تناقص ثلاث غرز مع بعض اجي اول غرزة ثاني غرزة ثالث غرزة واسحبهم مع بعض هيتبقى معي خمس غرز هعملهم حشو بدون تزايد او تناقص اتنين ثلاثة اربعة خمسة كده السطر خلص معي على عشرين غرزة العشرين غرزة دول هعمل عليهم سطرين بدون تزايد او تناقص هعمل السطرين ونرجع نكمل مع بعض باقي الفرخص وعنونة بتاعتنا دي كملت كده السطرين على العشرين غرزة دلوقتي هعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهاجي هنا كده وهقفل عند البداية انا كده قسمت الشغل بالنص بالشكل ده هعمل غرزة منظلقة شايفين اهو قفلت بغرزة منظلقة كده بقى عندي هنا عشر غرز وهنا عشر غرز دول الرجلين نعمل بقى الرجل بالواير وبعدين نرجع نكمل هنشوف هنكمل ازاي مع بعض هنجيب الواير ده في طريقتين لعمل الرجل الطريقة الاولانية نبتدين نحط السلك ده على بعضه كده 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 لغاية ما نعمل ثلاث صوابع وبنبرم الباقي وتبقى كده رجل المرة دي هي موجودة طبعا في طريقة عمل الرجل في الديك المرة دي هنعملها بشكل مختلف هنجيب كده الابرة اللي احنا شغالين بيها وهنعمل كده واحد اتنين ثلاثة وهنطلعهم بالشكل ده كده اهو كده هدوس عليهم هدوس عليهم كده اهو هيبقى دول الصوابع بتوع الفرخة بتاعتنا احنا عايزين ثلاثة بس مش اربعة اهو كده اللي هي الاخيرة اللي انا عملتها غلط دي انا عندي ثلاثة بس وهلف بقى الباقي ده كده بالشكل ده هنا كده اهو كده وبعد كده هسيب اهو مسافة كده اهم اربع صوابع مثلا وهنفذ اللي انا عملته الناحية التانية برده بنفس الطريقة هلف السلك بشكل ده واحد اتنين ثلاثة خلاص وهسحب كده وهلفها بالشكل ده اهو ثلاثة دول نفس اللي عملته الناحية التانية ثلاثة وهلفهم على بعض بالشكل ده هيستبعا المسافة هشوف بقى اللي انا عملها دي كويسة مقصها بالنسبة الرجل الفرخة ولا لا كده هو اللي انا حسها ان هي صغيرة شوية فانا هكبرها هعملها بنفس الطريقة بس هكبر المسافة شوية عشان المسافة دي صغيرة فانا لما هعمل رجلين كده هيطلعوا صغيرين فانا هكبرها هعملها بنفس الطريقة وارجع لكم تاني عملتها هيطلعت طويلة شوية لكن مش مشكلة احنا لما هنتنيها كده وندخلها في وسط الفرخة بالشكل ده ونحشي عليها الفايبر ونجيبي المسافة اللي احنا عايزنا يعني كل ما كان طويلة افضل بالنسبة لك عشان ما تبيش صغيرة وما تبيش عارفة تتصرفي فيها ازاي هجيب بقى الخيط الاصفر تجيبي اصفر او اورنج حسب ما تحبي وقت بسنتجي بقى نغلف تمام؟ هنغلفها بقى كلها ونرجع نكمل مع بعض باقي الفرخه بمستو بنات انا لقيتها طويلة قوي زيادة عن اللزوم فاروحت قصتها وهلفها على بعضها كده هو كده كده الواير احنا لفين كده لفة تمام وهبتدي ايه الف الخيط بتاعه تمام اهو هلفها كده وهو ده المقاس المزبوط اللي انا عايزه هكمل بقى لف وارجع لكم تاني بس حبيت اواريكم ازاي احنا لو اكتلعت معنا طويلا نقدر نقصها وممكن تحطيها زي ما انا شرحتلك من شوية هرجع تاني للجسم بقى خلاص اهو وهدخل الرجل بتاعت الفرخة من هنا كده طلعها من الناحية التانية اهو ممكن قبل ما تقفيلي غرزة المنزلقة دي تحطيها تكوني مجاهزاها وتحطيها اهو انا كده هخلي الرجل بالشكل ده كده اهو وهبتدي اشتغل عليها داير ميدور هزبطها بالنص كده اهو وهبتدي اشتغل عليها بقى انا عملت هنا غرزة منزلقة هكمل هشتغل هعدل بقى الرجل دي كده هشتغل على العشر غرز دول هشتغل عليهم حشو تناقص اجي حشو وبعدين تناقص كده تلت غرز الربع الربع حشو الخمسة والستة تناقص السبعة سبعة حشو تمانية والتسعة تناقص والعشرة اللي هي جاية في النص هنا كده دي اهي هنا هشبكها مع بعضها كده واعمل غرزة اخر غرزة حشو اهي العشرة تمام امشي بقى على الجنب التاني هعمل عشر غرز طبعا انا هنا ارتفعت عشر غرز اللي لفت بهم وهجي هنا برضو هعمل عشر غرز لا مش امشي من الجنب ده امشي الجنب التاني عشان عدلة الشغل تمام هجي اشتغل من الجنب ده العشر غرز تمام هشتغل العشر غرز وبعدين هعمل عليهم حشو تناقص حشو تناقص وازبط الرجل وبعدين هقفلها بابرة تنظيف هكمل الجزئية دي زي ما عملت الجزئية دي وارجع لكم مع بعض نشوف هنعملها ازاي قفلتها اهو هجي بقى بابرة التنظيف وهبتدي اشتغل بقى غرز كده هوا عادي بقفلها تمام كده اهو رايح جاي كده بالشكل ده على الرجل عشان نسبتها خلاص بتزبطي بقى الرجل الطول اللي انت عايزة ومن الفتحة ديت هنبتدي نحشي حشوة الفايبر كويس خلاص عشان نبتدي نشتغل على الديل هنا دلوقتي هكمل بقى تقفيل وحش فايبر ونرجع نكمل مع بعض فرختنا الزغنانة كملت كده هوا تزبيت خلاص هنرجع بقى نشتغل هنا عند الديل لو تفتكروا هنا كان فضل معنا تسع غرز هنشتغل على التسع غرز دول تسع غرز حشو بدون تزايد او تناقص عشان نعمل الديل بتاع الفرخة هنعمل تسع غرز تمام ادي واحد هعمل بس غرز التزبيت هعمل اول غرزة اهي واحد اتنين هكمل طيب عشان انا ايدي بعيدة فمش ملك الشغل هكمل التسع غرز نرجع نكمل مع بعض الديل بتاع الفرخة كملت كده التسع غرز دلوقتي هي اول غرزة هعملها حشو اول غرزة حشو تاني غرزة وتالت غرزة هنعملهم تناقص رابع غرزة هعملها حشو خامس غرزة والستة هعملها تناقص السبعة وستة هعملهم تناقص خامسة والستة هعملهم تناقص السبعة هعملها حشو التمانية والتسعة هنعملهم تنقص كده بقى معي ست غرز ست غرز هطلع عليهم ست غرز حشو بدون تزايد او تنقص ادي اول غرزة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ادي ستة ثلاثة ارتفع ثلاثة اربعة خمسة ستة ثلاثة 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 الزيزة ثلاثة ثلاثة سنقوم بطريقة على القناع سنقوم بسطر سلسلة اثنين ثلاثة اول غرزة منزلق الثانية حشو سمضح ثلاثة ثلاث سلاسل ثلاث ثلاثة ثلاثة سلاسل ثلاثة في النقه ثلاثة سلاسل ثلاثة دايره منزلق هجي بعد كده هو ارتفع ثلاث بردو سلاسل واحد اتنين تلاتة هاعمل غرزة منزلقة والتانية هعملها حشو هدخل هنا بقى في المدديرة للقدام هنا كده خلاص وهعمل بردو غرزة منزلقة ارتفاع 1-2-3-4 ارتفع 1-2-3-4 ارتفع 1-2-3-4 ارتفع 1-2-3-4-4 ارتفع 1-2-3-4 ارتفع 1-2-3-4 ارتفع 1-3-4 ارتفع 1-3-4-4 ارتفع 1-3-4-4 ارتفع 1-3-4-4 ارتفع 1-3-4 ارتفع 1-3-4 ارتفع 2-3-4 ارتفع 1-3-4 ثم غرزة 2 ثلاثة ثم غرزة منزلقة ثم غرزة حشو سحب الخيط ثم غرزة 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 ندخل الغرزة على طول جنبها ندخل في الغرزة الثانية إذا كنت لديك عيون صغننة ندخل الغرزة على عيون صغيرة خيط الابيض عقدة بداية سبع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اول غرزة حشو ثاني غرزة حشو الثالثة نصف عمود الربعة نصف عمود الخمسة هنعمل عمود الستة عمود هلف في الشغل ونعمل في الستة دي برضو هنعمل فيها عمود تاني ونرجع للخمسة نعمل عمود هنرجع بنفس الشغل هو هو تمام بعد كده هنعمل نصف عمود بعد كده هنعمل نصف عمود بعد كده هنعمل حشو بعد كده هنعمل حشو أبعد كده هنعملها هاخد الخدا معي عشان يجي في النصف كده وهشد وهسق بحطة خيط عشان أشبك بها الجناح خيط القصير خيط القصير الخيط الطويل بغرزة بقبرة التنظيف نشبك الجناح اتمنى اشوف تعليقاتكم وتطبيقاتكم على الشغل اكتراحاتكم في الفترة اللي جاي عايزين نعمل ايه مع بعض تنسوش تقولولي بتتابعوني منين كانت معاكم رضا احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته